أنا هعمل تجربة هنعمل امتحان صغير لأحباءنا المشاهدين وعايزكم تتابعوني في الامتحان الصغير ده أنا حاطت قدامكم دلوقتي خسين موجودين على الشاشة وبقول لكم إيه هو الجزء المفقود عايز كل واحد وواحدة بيشاهدنا يفكر في ذهنه ويقول إيه هو الجزء المفقود خلاص عملنا كده؟ تعالوا أوريكم الاحتمالات ممكن يكون كده دايرتين نقصين؟ ممكن ممكن يكونوا دايرتين متقطعين؟ ممكن ممكن يكون شكل ابتسامة؟ ممكن ممكن يكون دايرة كاملة؟ ممكن مش كده برضو؟ ليه؟ لأن أنا كل اللي واردهلكه في الوقت الحالي هو قوسين موجودين وفي مسافة بينهم طب هما كانوا إيه في الماضي؟ الإجابة تقول لي ليه مش ممكن أعرف لأن أنت معطناش معلومات الحقيقة ما كانش فيه أي شيء مفقود هما مرسومين كده من الأصل فشوفوا المثال البسيط ده حبيت أوضح به حاجة مهمة قوي اللي أنت شايفه دلوقتي مش ممكن تستنتج هو كان إيه إلا ما يكون عندك معلومات عنه فالنشوق الارتقاء بيقول لي أن إحنا كنا في الأصل خلية واحدة وابتدت تنقسم وعملتني وعملتك فيه مشاكل علمية في هذا كتير كتاب المقدس بيقول لي في البدء خلق الله السماوات والأرض أنه فيه مصدر للخليقة وفيه الحياة والحياة دي ربنا عطه لنا فده الفرق بين العلم التشغيلي وعلم الأصول اشتركوا في القناة